تتوسع المعارك في اليمن يوما بعد آخر وكلما توسعت ضاقة الأرض بالمدنيين وما عليها فيضطرون للمغادرة يتركون كل شيء وراءهم ولا يعلمون متى سيعودون لا يحملون معهم إلا الخوف على حياتهم وحياة أحبائهم بعد خسارة منازلهم وأراضيهم وحين يحدث ذلك يتغير وجه حياتهم للأبد ولا يعودون كما كانوا يعجز مصطلح نازحين عن رسم أدنى صورة للواقع المروع الذي يواجه هؤلاء في مناطق عديدة من اليمن اليوم يعيشون حالة حدة من انعدام الأمن ونقص شديد في الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب ولباس أغلبهم يعيش في مخيمات مؤقتة لا تقيهم تقلبات المناخ المختلفة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قالت عبر حسابها في تويتر إن حوالي 350 ألف شخص في اليمن نزحوا بسبب الحرب خلال العام الجاري ولم تخفي المنظمة قلقها بل شددت على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح وعدم ترك اليمنيين يعانون وحدهم نداء تكرر من عدة منظمات تعمل في اليمن في الفترة الماضية مع تحذيرات من توقف الإغاثة بسبب قلة الدعم أو انعدامه يكتب لليمنيين والنازحين خاصة المزيد من المعاناة التي يبدو أن لا نهاية لها حتى الآن على الأقل ترجمة نانسي قنقر